وصل الرئيس الأمريكي دونيرد ترامب إلى إسرائيل اليوم الاثنين في زيارات رسمية تتبعها زيارات أخرى إلى الأراضي الفلسطينية وحول ما إذا كان الرئيس الأمريكي سيتراح أفكارا جديدة بشأن عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيلي يولي العالم اهتماما كبيرا بهذه زيارة ونتائجها هذا ويتقد المحللون أن رئيس الأمريكي دونيرد ترامب يواجه صعوبة في خيارات لتعزيز العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في الوقت الذي يدفع فيه عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تحافظ إسرائيل كأكثر الحلفاء يهمية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط على التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في جميع النواحي ومع ذلك مالت العلاقات بين الجانب ولاية باراك أوباما نحو البرود جراء خلاف على الاتفاق النووي الإيراني وقضية المستوطنات اليهودية وغيرها من القضايا الأخرى وكان الحزب الجمهوري الأمريكي يتودد لإسرائيل حيث أعرب المرشح للانتخابات حينها دونالد ترامب في العديد من المناسبات عن أنه سيدعم السياسات المعنية الإسرائيلية ويعتقد أن زيارة ترامب هي إشارة سياسية لتحسين العلاقات الثنائية فضلا عن التعاون مع إسرائيل بالمعنى التقليدي للكلمة كان ترامب قد أعرب أن تقرب من إسرائيل خلال الحملة الانتخابية لذلك فإن زيارته هذه هي الإزحار الانتزامها تجاه إسرائيل ومن أجل إرضاء الأخبين الأمريكيين الذين يدعمون إسرائيل إن ترامب يدعم إسرائيل فزيارة ترامب هذه في حد ذات هذا الليل فهو على الأقل يفيد بأعوده ومع ذلك تغير موقف ترامب في بعض القضايا بعد توليه منصب الرئاسة فخلال لقاء ترامب ونيتنياهو في فبراير الماضي دعا ترامب علنا إسرائيل إلى ممارسة ضبط النفس بشأن قضية المستوطنات ويعتقد الخبراء الفلسطينيون أن ترامب يأمل في أن يحدث فارقا في دافع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومع تزايد فهمه للقضية الفلسطينية الإسرائيلية لاحظ ترامب أنه لا بد من الحفاظ على التوازن ويعادة النظر في خطته إن ترامب قد يكون الآن على دراية كاملة بالتعقيدات السياسية لقضية الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية الإسرائيلية وسيعيد النظر في خطته على أساس هذه الظروف أعتقد أن ترامب لن يتخذ مؤقتا أي إجراءات موضوعية حقيقية حيال حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية ترجمة نانسي قنقر